ما بين الزمنية والأبدية إيه عاوز تكلمنا في هذا الموضوع نعم هناك حلقة في حياة الإنسانية السيسنزار اسمها حلقة ألام الزمان الحاضر قبل أن نصل إلى المجد توجد هذه الحلقة وأقولها بحصر اللفظ حتمية الألام في حياة البشرية جمعها دون استثناء لا يمكن لأي مرئ أن يرفع البنان ويقول أنا بدون ألم فهناك ألام متعددة سنأتي على ذكرها في سياق موضوعنا بين الألام الزمنية والأبدية فالألام الزمنية شق يتناول ألام كل إنسان كما قلت بدون استثناء وهي متعددة وهي متعددة جوانب ومختلفة الفروعة بدليل أن في الحياة تناقضات كثيرة وتفاقمات كثيرة وتفاعلات مختلفة تعبر عبر حياة حياة الإنسان على الأرض لكن الأبدية لها جوهرها ولها بعدها ولها أفاقها التي لا تنتهي أبدي يعني لا نهاية لها نعم وكما قلت السيس نزار أن حياة الإنسان قصيرة كما يقول رجل الله موسى أيام سنيننا سبعون مع القوة مع الدفش ثمانون أفخرها يعني الإنسان طبعا الزروة تعب وبالية تعب وبالية بصيبة نعم تقرد سريعا فنطير زي كلام يعقوب أيضا في العهد القديم نعم كثيرة ولكن قليلة وردية وردية موسى نفسه في نفس المزمور يقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا علمنا فنؤتى قلب حكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر